إذن خلينا نطبق النمط السابق اللي هو نمط الفسايد بشكل عملية وبشكل مفهوم جدا حتى يعني إنت تبدي تستخدمه طبعا في مشاريعك بطبيعة الحال فيما ذا كان عندك الكثير من السب سيستم فخلينا نطبق هذا الكلام على class diagram حتى يكون عندنا واضح العمل فأقل أدي new item ثم على ذلك أقل لهنا general وعندي class diagram خلي يكون عندي class diagram 2 باحتبارا class diagram 1 موجود عندي هنا طبعا الآن أنا البروغرام مالتي هو هذا هذا هو البروغرام ولنعتبر أنه إحنا عندنا مجموعة من الكلاسات اللي هي تحتبر عدي subsystem بمعنى أنه فيما بينها علاقة وربما أنه هي تكون بنفس الوظيفة وما إلى ذلك خلينا أبدأ أسحب class هنا واللي نحتبره هو عبارة عن class 1 ثم على ذلك عندي class آخر ويكون عبارة عن class 2 وclass آخر class 3 class آخر class 4 هذه طبعا كل الكلاسات هي تحتبر عندي H تحتبر subsystem من class معينة راح أقوم بتعريفة وطبعا للاستخدام الافتراضي اللي إحنا يعني متعارفين عليه حتى أبدأ أستخدم هذه الكلاسات فأنا راح أبدأ أعمل instance من عدي يعني هذا الكلاس راح يبدأ يحتوي على وظيفة نقل له add new method ولتكون هذه عبارة عن method 1 هنا أيضا عندي وظيفة أخرى method 2 وظيفة أخرى method 3 وأيضا عندي فيها الكلاس الرابع وظيفة أخرى method 5 بمعنى أنه يحتوي هذه الكلاسات أو هذه subsystem على مجموعة من الفيلد ومجموعة من H من مجموعة من method لأن طبعا هذه الم method H تحتوي على داخله خاني نضيف فيها code جدا بسيط اللي هو عملية طباعة أنه دلالة على أنه هذا عندنا اللي يتنفذ عندنا console.write line بالنسبة إلى H نقول مثلا عبارة عن class 1 أوكي وهنا نبدأ نكرر هذا الكلام على class 2 وعندي class 3 أوكي وclass 4 جيد اللي أنا أرجع على class diagram multi وطبعا قلنا أنه طريقة اللي ما شعدنا أو الاحتيادية قبل أنه نفكر في هذه المشكلة أنه هذه المشكلة يعني في كل مرحلة بمراحل المشروع multi لازم أنه أعمل instance من هذه الكلاس ربما أنه أحتاج باحتبارها أنه هي subsystem ربما أنه أحتاج عمل instance or initialize مني الكلاس الأول وكلاس الثاني وأبدأ أستخدمه داخل البروغراماتي فبلاش أنه أعمل هذا الشي فرح أبدأ أعمل class هنا وهذا الكلاس رح يكون هو عبارة عن subsystem اللي يريد أن نتكلم عليه الأول في side class فخلينا نبدأ نعطي اسم في side أوكي وطبعا هذا رح يبدأ يحتوي لك على الوظائف اللي أنت تحتاجها خلال هذه العمل يعني ما أنت تبدأ ترجع مثل ما قلنا نستثمن هنا رح تبدأ تعمل هذا الشي داخل هذا الكلاس فخلينا نبدأ نفتح هذا الكلاس أوكي وداخلها رح أبدأ أعمل public أو يعني بشكل مباشر أنه عدي class 1 يكون هو عبارة عن class 1 أوكي وعندي class 2 وclass 3 وclass 4 أوكي هنا عندك 2 3 and 4 وطبعا حتى أبدأ أعمل initialize من عدهن فراح أبدأ أقل لها عدي public أوكي فهنا عندك 1 هنا عندك 2 وهنا عندك 3 وهنا عندك 4 إذن الآن عملت أني initialize من هذه الكلاسات ونفترض أنه إحنا ريد نبدأ نستخدم الكلاس الأول والكلاس الثاني في مثود معين على سبيل المثال أقل لها هنا عندي public أوكي public void نفترض أنه عبارة عن نسميها مثلا method a أوكي هذه المثود a رح تبدي تبدي تستخدم الوظيفة اللي هي مدرجة داخل الكلاس الأول والكلاس الثاني إذن أقل لها class الأول .h.method1 أوكي والكلاس الثاني أيضا نفس الكلام عندي class الثاني رح يكون عندك .method2 أوكي جيد نفترض أنه عندنا وظيفة أخرى تبدي تستدعي لك كل اللي رح نسميها بي أوكي وتبدي تستدعي لك كل الكلاسات هذه اللي موجودة عندي أوكي كل الوظائف اللي موجودة عندي ضمن الكلاسات اللي هي subsystem بطبيعة الحال إذن هنا رح يكون عندك اثنيا هنا عندك ثلاثة هنا عندك أربعة هنا عندك ثلاثة وهنا عندك أربعة جدا أنه أنا ما أرجع على الكلاسات المعنية مالتي وأبدي أعمل منعيدها بطبيعة الحال أوكي فأني رح أبدي أرجع هنا طبعا معطيناها method4 اللي هي method4 أوكي فأني طبعا حتى أبدي أصل إلى هذه الكلاسات اللي هي subsystem رح أبدي أعمل an instance or initialize من هذا الكلاس اللي هو سميته فسايد أوكي إذن داخلي البروغرام مالتي حتى أصل إلى هذه الوظائف اللي هنا إذن ببساطة رح أقل لعندي فسايد أوكي new from فسايد أوكي وأبدي أستخدم الوظائف المندرجة داخل على سبيل المثال أبدي أقل لعندي method الأولى والمثود الثاني اللي هي method b أوكي بلقل هنا start فطبعا رح يبدي يطبع لك المثود اللي موجوده عندك في الكلاس الأول وكلاس الثاني ثم مع ذلك المثود الموجوده عندك في الكلاسات الأربعة أوكي إذن مثل ما تلاحظ طبعا على كلاس الأول كلاس الثاني ثم على كلاس الأول الثاني الثالث الرابع إذن هذه هي الفائدة طبعا من هذا النمض وأصبر أنه عندك مثلا قاعدة بيانات وهذه قاعدة البيانات مجموعة من الجداول اللي هي تحتبر عندك subsystem فبلاشت أنه ترجع على كل جدول وتعمل an instance من عنده باعتباره أنه كلها subsystem لهذه الجداول فأعمل كلاس اسمي فسايد يعني كلاس خاص بهذه الجداول وأبدأ أستخدمها يعني أعمل an instance يكون شغلي فقط مع هذا الكلاس يعني هذا الكلاس يكون ممثل عن هذه الكلاسات يبدأ هاي لك عملية ال instance الخاصة في هذه المثود ترجمة نانسي قنقر شكرا